اثار سقوط تيرا المدوي انتباه المنظمين من جميع أنحاء العالم الأمر الذي استلزم عقد اجتماع بحضور وزراء مالية الدول السبع لمناقشة الأصول الرقمية على أساس الأولوية ونقلا عن وكالة رايترز قال رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوار بلرواء أثناء مؤتمر عقد له في باريس أن ما حدث يعد رسالة تحذيرية للأمور التنظيمية المتعلقة بهذا الشأن كما مهدت أوروبا الطريق مع الإطار التنظيمي للأصول الرقمية لمناقشة هذه القضية من بين القضايا التي ستتم مناقشتها في الاجتماع المنعقد بألمانيا أدى سقوط عمل التيرا بشكل مفاجئ إلى قضاء على ثروات المستثمرين والتي قدرت بمليارات الدولارات في غضون أسبوع واحد فقط الأمر الذي استدعى تحقيقا فوريا رفيع المستوى كما طالب السياسي الكوري الجنوبي المعروف يون شان يون بضرورة مثول لمؤسس عمل التيرا دوكون أمام لجنة برلمانية لشرح ما حدث أيضا تقوم الهيئات التنظيمية مثل الخدمات المالية والإشراف المالي بعمل فحص وتدقيق للعملات الرقمية كذلك قال المتحدث باسم السلطة المحلية إن هناك حالة من المراقبة للتغييرات العامة الحاصلة في هذا الشأن وإنه لا يوجد أي إجراء تتخذه الحكومة بل ولا داعي لتدخل الحكومة في هذا الشأن لأنها عبارة عن عملات معدنية يتم التعامل معها بحرية من قبل القطاع الخاص الآن وبعد انهيار عملة تيرا زاد الطلب على التدقيق على العملات المستقرة وتساؤلات عدة قد طرحت إن كانت تيرا مدعومة بالكامل أم لا لمزيدا من المعلومات تنزور موقعنا coinarabnews.com أو عبر صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي أخبار العملات الرقمية أقرب إليك من أي وقت مضى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر